اشتركوا في القناة اليوم ليس لديكم فيديو جديد و قلت لكم فيها اختاروا ما بينجوش الفكرة للفيديو الجاية ستكون اما تحدي من زر مشارك إلى مئة ألف مشارك سأعطيكم أهم النصائح حول اليوتيوب او نقوم بعمل تحدي سبع أيام نتعلم في التعديد من احترز في الموقع 6 سواء اضغط الفيديو و قلقى 70% من الكومنتر اختاروا التحدي للتعديد وهذا ما سنقوم بعمل في الفيديو في هذا الفيديو عندنا تحدي التعديد نجمع فيها المكسمم من المعلومات من المواقع من الكورس من يوتيوب أي شيء و في النهار السابع سنبدأ الخدمة هذا هو الوصول في الفيديو قبل أن نبدأ دعوني لايك اشتركوا اشتركوا نبدأ الفيديو في أي شيء سنقوم بعمل لكي نقدم الخدمة على هذه المدة السبعية لكي نقرر المكسمم يوميا و في النهار السابع سنرى ماذا قادر كبابل أن نبدأ الخدمة أو لا في الأخير من هذا الفيديو سأصنعنا بأجواء الخدمة من خبرات المجال لأن الفيديو حانا لا يوجد هذا المجال والذي سوف يقدمون لكم نصائح في هذا المجال بالنسبة للشخاص سأقوم بخ Irish و أسألوا والذي سوف يكون سوف يكون و شكرا بشكل لكي ننصح بالنسبة للناس المبتدئين الذين يريدون هذا المشاهد للتداول سوف نحاول نقال لكمانتر و أي كمانتر سوف نقوم بإمكانك لكي أشكر كوشي السابت و شكراً بك حسناً؟ نبدأ بسم الله نبدأ في التحدي اليوم النهار الأول في 12 عام النهار أي شخص يريد أن تعلم أولاين يمكن أن نقوم بطرق يمكن أن يكون لكور بريفة يمكن أن يكون لكور بريفة و يمكن أن يكون لكور بريفة سوف نبدأ أول شيء بلكور بريفة على حسد الخبرة لكور بريفة سوف نقول لكم بأن الكور بريفة هو أفضل من الكور بريفة هذه أمور واضحة الكور بريفة يكون أخرى بشكل كبير و ليس كور بريفة على سبيل المثال أنا في أشكين الله أدخل في الدوامي للبريفة أدخل في Udemy و شريطي أحد الكور تماما و تضبط في اللغة C++ فأش قارن توم عشان في يوتيوب صراحة لم أجد فرق كبير ولكن البروغرام الذي شريطه كان فيه يحويج مكين في يوتيوب لديه الإمكانيات المادية من الأفضل يخسروا أحد الكور مزيان في الموقع Udemy و يخلصوا و يتفرج فيه أما بالنسبة للمعلوم و ليس فلوسه يريد أن يبدأ بشيء فابور أخليكم معنا بالضبط في النهار السابع من بعد أن نكمل قراءة في هذا المجال سأعطيكم أنه أحسن البروغرام يمكن أن تبعوه فابور ولكن تبدأوا هذا المجال أخليكم معنا حسنًا بأول شيء سوف نقوم بموقع Udemy سوف نرى الكور مزيان وهذا موقع كما ترون هناك الكورد في الكورد ومجالات ومجالات وهو الكورد في الكورد ولكن تخسروا أنه أحسن الكورد سوف نرى ما يوجد فيه المائيور ورى التقييمات والكومنتر مثلا هذا يوجد 4.5 فنقائط و يوجد 2331 قيمة لذلك سيكون غالباً مزيان و يوجد مائيور و بالمناسبة للمواقع يمكن أن ترون الكورد هذا هو Udemy هو أكثر واحد مشهور و هذا و قلوا لي في الكومنتر و أخصكم شي فيديو الذي سوف تكون بحالها تشكل في الفيديو سوف يكون البروغراماس سوف أعطيكم فيه قائل لأنهم حول هذا المجال و ما هي القرآن التي يمكن أن تقوم بها و مجالات و فيلير و سوف نقوم بها و أريد أن يكملون في الضوء و أخصوص فيديو هذا يمكن أن تذهب إلى يوتيوب و سوف نقوم بإمكانكم الكورد في يوتيوب لهم مفاوه و طبيعات الحال سوف أعطيكم بزدفة و سوف نقوم بإمكانكم في يوتيوب هذا هو كتاب هذا هو ستيلو بسم الله نبدأ بحراء موسيقى لا أعرف يا رأسي نحس بيه سخن دخان يخرج منه دخان دخان كل مرة سوف نتفرج فيديو لا يجبنيه سوف ندخل فيديو لا يجبنيه لا يجبنيه ولكن نظل في نال موقع يجبنيه أعتقد مزيئ سوف نحاول تفرج في هذه الكور الكور في تلاجين فيديو سوف نقوم بإمكانكم سوف نقوم بإمكانكم و في الأخير سوف نقوم بإمكانكم أما بالنسبة اليوم سوف نحبس بقي عندي مونتاج فيديو بقي عندي قراءة نتلقى إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم يلا تخطل الدار اليوم النهار الثاني هذا يقوم بقربة ربعة ونص سوف نقوم بإمكانكم الناس وكانت مننا يارب يكون كور مزيئة لا يمكن كل مره ولكن إن شاء الله سوف يكون كور مزيئة كما توقعت الكور في يوتيوب يتلعون شرح بسيط وواضح فكبالية ما تبقى من التحت سوف نقوم بها الكور وعندما نقوم بكامل سوف نقول لكم ما سهل أو لا لكي تفرجوا فيها لكي تنتموه لا بغيتوه فالشي اللي كيينة بنسبة النهار الثاني كي بلغة نحبس هناك خديدت واحد شوية فهمت شنو واقع مزيئة فقا نحبس هناك ونكمله إن شاء الله اليوم النهار الثالث دابت قريبا من ستونس دلعشية أنا بغيت أخير أن أفهمت الأفكار من يكتحوا لي من البارد حكي نتقلت مع راسي لقيت بأن هذه الفكرة فيه علام صعيبة فيها تامارة سبعيان دلتصوير ويوميا خاصة نقرأ على الأقل ساعتين في الناد القراءة وخاصة ندار روري نكمل هذه الكور كاملة من أول فيديو حتى الآخر فيديو ثلاثين فيديو وخاصة نتفرج والله خاص باش نقد نقول لكم وش تفرجوا فيه ولله فعلا فكرة صعيبة جراسي ستفرج السلام عليكم اليوم النهار الرابع دابل 11 و 11 دي الصباح هنكملو فين بقينا البارح وغنزيدو نأفنسيو تقريبا لحد الساعة تفرج في 22 فيديو ومبقاش ديه بزاف ونسالي وطلخيص راقدي فيه مزيان كالخص موسيقى السلام عليكم النهار الخامس الحمدلله كالفونسيو مزيان وهو التلخيص صفحة الأولاد الثانية الثالثة الرابع والخامسة فانش هنكمل كوشة هنوريكم فالأخر التلخيص ليدرت موسيقى 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 آخر نصح موسيقى موسيقى نصح الناس لي الله بل أنهم يبدوا بالديمو فلوسهمية وأنهم ما يستعملوش أو ما يتجدوش الفيوتر يجدو في سبوت أي أخر الوقت تيار وشي تعلم ماذا تقريبا؟ قريبا وصلت عام عام تلعام كان بايننس وكان إيلبانك إيلبانك يمكنك أن تبدأ برسم المال بشي تشري الكريبتو في بايننس على الأقل ستكون لديك 10 دولار إيلبانك تقدر تشري هيرب أقل من 10 دولار يعني الناس اللي عندهم 15 دولار ويبغيوا أنهم يجربوا بالزبديل لك وإني تريدو فيه إيلبانك في الفلوس في الفلوس في الفلوس أكبر صند خلشها 24 ساعة 24 ساعة سبعة لفدر سبعة لفدر سبعة لفدر في الكل نصح الناس اللي 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 بادين ما تدخلوش للطومي بخاصي بشوي قرارو الميليموم عام عام دلقراية عام دلقراية عام دلقراية باش متحوش في الأغلاط اللي باركزون بلتح فيهم أنا في الأول ديالي يقصد بزال فلوس تريدينج لما فيش تيقا يشد الأصم اللي يدخل في الشهر يقصمها على الجوج هاديك سيكون بورصون تريدينج 25 بورصون يديرها و25 بورصون تريدينج عادت القليل أحد الأصم قليلة اللي قد يدربها تريدينج حي تريدينج تريدينج هو غالبا كيلعب لك على البسيشيك ديالك يعني الناس اللي هو عارف الدومان ومالك عارفو يماتريزي والسنتيمون دياله من الأحسن أن تضعوا فلوس اللي ما عندك ممغارة يعني سوى مشاو سوى بقاو انت مكي هموك بقاو مزيان طعم يو مشاو مايسهل علي وفولا اخواتي سنال الفان دالالفيديو جاهز اتباع الفيديو تكونوا عجباتكم تعذبت في الفيديو بزاف القراية في البحث باش نعطيكم نصيحة حول هذا المجل كنتمنى نكون فتكم واحد شوية هذا الشي اللي كان اخلي باكم واحد لايك اشتركوا في الفيديو ونجدوا الفيديو ونجدوا انشاء الله في الفيديو جديدة وليس سمس مع الجوش اعقل معي سمس مع الجوش ترى